بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى أستلهم من تاريخ الأمة ما به نتعلم كيف ندير الأزمة وكيف نتعامل مع الأزمات بفن الرد لما انتقلت السيدة الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تزوج الإمام علي كرم الله وجهه من السيدة خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية من بني حنيفة وولدت ولدا وسموه محمدا محمد ابن علي ابن أبي طالب وأراد الناس أن يفرقوا بينه وبين أبناء السيدة فاطمة الإمام الحسن والإمام الحسين فسموه وأطلقوا عليه محمد ابن الحنفية واشتهر في كتب السير بهذا الاسم دارة الأيام علمه أبوه الرماية وركوب الخيل والمواجهة والقوة وهو في سن صغير فجاء أحدهم وقال له ما لي أرى أبوك يقحمك فيما لا يقحم فيه أخويك الحسن والحسين انظروا كيف تعامل هذا الإمام محمد ابن الحنفية مع هذه الأزمة وخرج منها ببراعة وبفن الرد قال للرجل إن أخوي الحسن والحسين عين أبي وأنا يده وأراد أبي أن يحمي عينيه بيديه فأراد أن يستعملني في خدمة إخواني وهذا شرف انظر لم ينل من حق إخوانه ولم يخط في عرض أبيه أو في حق أبيه ولم يلبي لهذا الرجل هذا الأمر الذي جاء به إنما خرج من الأزمة بكل براعة وبكل نجاح وكيف لا وقد ربي في حجر الإمام علي كرم الله وجهه صاحب الحكمة والبلاغة والفصاحة وحبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دارت الأيام ودارت الأحداث ونشب بينه وبين الإمام الحسن خلف وهو أخوه الأكبر لكنه أخ من الأب فلما طال الخلاف كتب الإمام محمد بن علي أو محمد بن الحنفية إلى أخيه خطاباً قال فيه بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وبعد فإنك أفضل مني في كل شيء وأنت أكرم وأعلى فأنت أمك السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله وأمي خوله وجدك لأمك هو درة الإنسانية صلى الله عليه وسلم وجدي جعفر بن قيس وأنت أخوك فلان وكذا وكذا وأخذ يعدل في مناقب الأخ الأكبر وكتب له فإذا جاءك خطابي هذا فأتي إلي أنت وصالحني حتى لا يكون لي عليك فضل وتظل أنت صاحب الفضل فلما بلغ الخطاب ووصل إلى الإمام الحسن بادر وهرول وذهب إلى أخيه من أبيه الأخ الأصغر فصالح انظروا إلى كيفية إدارة الأزمات والتي نحتاج لها في هذا الزمان لأن الإخوة ربما يتخاصمون وربما تنقطع العلاقات بينهم لأجل الإرث ولأجل المال أو وشاية أو كلمة من هذا أو بعض الأقوال من هؤلاء لكن الإخوة يجب عليهم أن يتراحموا فيما بينهم لأن هناك رحم قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في وقت بدء ذهابه إلى المدينة أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ونحن في بدء العام أو في بدايات الأشهر الأولى من العام يجب علينا أن نجدد الأمر وأن ندير الأزمات على كل متخاصم مع واحد من أهله أن يفكر مراراً وتكراراً لأن الدنيا لا تدوم والأيام تمر والعمر يمر والقبر يقترب وعلى الإنسان أن يجهز نفسه للقاء ربه وعلى كل واحد منا أن يدير أي أزمة تمر عليه بهذه العقلية الفارقة التي كان عليها الإمام محمد بن الحنفية الذي تربى في حجر أبيه وتعلم منه قبل أن يتعلم الرماية تعلم رجاحة العقل وتعلم الحكمة وتعلم كيف يكون الكلام السادة الكرام إن الناس يغرسون الغل والحقد والحسد في نفوس البعض حسداً منهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما فاحرصوا على ذويكم وعلى أرحامكم وعلى أحبابكم وتقاره وعليكم بالود والسكينة والهدوء وتذكروا دائماً أن من عصى الله فينا نتق الله فيه اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالي من لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم